دقائق المباراة عزيزي المشاهدين بصافرة الحكم عز الدين بو شعفة يساعده كل من وحيدة شحاوي الحكم الدولي ومساعد ثاني لمحمد الهذول عدد كرة لشباب الجبل عرضية عالية في الاخير اوه يخطى فتح الطلح ولكن صافرة عز الدين بو شعفة كرة لشباب الجبل على الجهة اليمنى لكن يفتك جعفر الشلوي اللاعب السابق لشباب الجبل واللاعب الحالي لناديا التعاون امامية طويلة باتجاه تالنداي لكن خلوش خاطئ من عبد الرحيم شحاد فرصة للتعاون خطيرة امكانية العرضية الان الى من الى فرج عبد الحفيظ فرج الصوب لكن اوه يا فرج يا حفيظ ماذا اضعت ماذا اضعت يا فرج يا حفيظ كرة كانت في المتناول امام منطقة الجزاء والمر مكان خالي تماما بعد عرضية تالنداي اللي تستغل خلوش خاطئ من الحارس عبد الرحيم شحاد اذا صافرت عز الدين مشحفة يتقدم ما تيلعب كرة رأسية لكن في الاخير دفاعات التعاون في الوقت المناسب لا يجد المساندة من احد يبحث عن زميل ورايع المراوغة من محمد الدرسي يا سلام ولا اروع الى جهة اليمنى باتجاه سويري فكر في رفع الكرة خطيرة لشباب الجبل لكن في الاخير الابعاد من جانب وليد حسن هدت الى جعفر الشلوي لمصطحة التعاون على جهة اليسرى رفع الكرة عرضية خطيرة للتعاون خطيرة جول خطيرة جول اوه لا يعي يا بوفلغة يا سين يا ياسين بمثابة حارس ينقذ شباب الجبل من هدف محقق بعد عرضية تهدت امام فرج عبد الحفيظ في الاخيرة الارتماء كانت رايعة من ياسين بوفلغة ليتنا نشاهد العادة ونرى كيف ارتمأ ياسين بوفلغة وانقذ مرماه وانقذ حارسه عبد الرحيم شحات كنا كانت عرضية رايعة جدا من جعفر الشلوي في الجهة اليسرى وصلت الى فرج عبد الحفيظ لصوبها على غير العادة بالقدم اليمنى لكن الارتماء من المدافع التونسي منعت فرج عبد الحفيظ والتعاون من تحقيق اولى اهداف هذه المباراة في الدقائق العشرين الاولى والنتيجة تبقى سلبية بين الفريقين التعاون وشباب الجبل فعادة للتعاون وليد حسن يفقف المرور يرفع كولها لكن في الاخير بدون متابعة من لعبي التعاون هنا كولي شباب الجبل خطينا داخل مناطق الجزاء محاولة حسن مات تمكنية الارضية لكن في الاخير كورتها طالت يفرج عبد الحفيظ على مشارف منطقة الجزاء بينية رائعة يا السلام يفرج عبد الحفيظ عرضية من احمد جمال لكن عبد الرحيم شحات في الوقت المناسب عرضية بمثابة تزديدة لكن المتفطن المتيقظ عبد الرحيم شحات ينقذ مرمى فريقه ويقطع هذه الكرة خطير محمد الدرسي يفكر في التصويب يصوب كورتها لكن الكرة مرت سهلة يتقدم الخضري ينفذ كرة طويلة وامامية رأسية من جانب شباب الجبل مرت سهلة خطير هذه الكرة جحفر الشروي يبعث عن زميل يفكر في كرة عرضية عرضية امكانية الهدف لكن الحارس عبد الرحيم شحات من جانب شباب الجبل على الرغم من الخطورة التي قد يحدثها الثنائي الامامي محمد الدرسي وحسن ماته لكن لم نرى شباب الجبل كمرأينا في جولات الماضية لكن من جانب التعاون التدرج السليم الخروج بالكرة الانتشار السليم أيضا الثنائيات صناعة موقف اثنين على واحد كلها متواجدة داخل أرضية الملعب من جانب التعاون باتجاه مجمال على الجهة اليوم نحمد يحاول المرور يلعب كورت أحمد يرفع كرة باتجاه المواجمين استلام من تالا محاولة تصويب الكرة يسدد جعفر لكن الاستماتة من دفاعات شباب الجبل خطية من محمد عيسى عادة للتعاون الاستحواذ التسديد من بعيد من جعفر هو يا جعفر يا شلوي صوبها يا سرية قوية سويري يقود هجوم لشباب الجبل في الأخير تقطع وتعود للتعاون من جانب أحمد جمال يقود هجوم إلى جعفر الشلوي على الجهة اليمنى خطيرة وسريع يلعب أمامي مع انطلاق التالى أمكانية تصويب ولكن الإبعاد من الدفاع خطى لمسطحة التعاون وعلى التنفيذ فرج عبد الحفيظ نفذت بشكل عالي باتجاه الرؤوس جول جول يفعلها العبيدي جول رأسية التونسي مهل العبيدي تعطي التقدم للتعاون في الدقيقة 66 66 على حساب شباب الجبل قد تكون التبديلات التي قام بها المدر التوفيق زعبوب أتت أكلها رغم أن الهدف بالتسجيل والصناعة كان من اللاعبين الأساسيين فرج عبد الحفيظ ومهر العبيدي سفيان المصر يترك مكانا لحسين المغربي فيما محمود الخضري يترك مكانا للمهاجم جلال الزوي أصبح شباب الجبل يلعب بمهاجم صريح الآن ولا بد من تراجع حسن ماتا ومحمود الخضري أو محمد وهنا كل التعاون في محاولة داخل ملاتك جزاء كونها خضيرة قول أحمد جمال قول يا الله على الثنائية من فرج عبد الحفيظ وأحمد جمال يضع الكرة في المرمى ولم يكذب الخبر يا الله على هذه المتعة من جانب التعاون فرج عبد الحفيظ اليوم يصنع الهدفين فرج عبد الحفيظ في محاولة يمر من أمام آت جامار سيال عادت إلى محمد أبي دال بالكعب من الشامخ إلى خطاب النجار خطب يتقدم كنية عرضية الكرة وصلت إلى أحمد جمال الإمكانية الثنائية الآن لكن أيوب برافو يا أيوب أيوب الحصني برافو يا أيوب تمكن من افتكاك الكرة من أمام أحمد جمال بكل براعة أيوب الحصني وهنا أولى بطاقة المباراة تخرج في وجه المدافع بنفرج عبد الحفيظ وتلانداي أمامية ينطرق الفهد الأفريقي واحدة واثنين سودة تيرانجا تصويبه لكن مرت إلى سوفيانا المصري يلعب كرة داخل مناطق الجزاء ساقطة في الأخير بين أحضان فتح الطلح حارس التعاون استلام بالصدر ومحاولة وجود أو انتظار أحمد جمال بالفعل ينتظر أحمد جمال ويجد أحمد جمال في الوقت المناسب بإمكانية رفع كرة عرضية مع فرج عبد الحفيظ إلى الشلوي تصويبه وغول يا الله غول لا يحتفي الجحفر الشلوي بعد تزديد لهدف من أروع ما يكون أمام فريق السابق بيسارية من أروع ما يكون فرج عبد الحفيظ في التمهيد وجحفر الشلوي هبا غول باليسار في مرمى شباب الجبل برافو أيوب الحصني لحاول مع هذه الكرة لكن الروعة كانت من جانب اللعب جعفر الشلوي باليسارية القوية والمتقن الذي لا يحتفل في هذه اللقطة على احتبار أنه كان لعب سابق مع شباب الجبل في الموسم الماضي وكان متواجد في مباراة الذهاب على هذا الملعب عندما انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين لكل الفريق المكنية الثانية في شوط المباراة الثانية لمصلحة شباب الجبل على تنفيذها عماد سويري مع عبد الرويشة يلعبها من جديد داخل مناطق الجزاء لازالت لي شباب الجبل وصلت إلى جلال الزوي وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين متابعين تأتي صافرة الحكم عبد الهادي حباس بنهاية هذه المباراة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر